روح البازلت هو اسم العمل النحتي الذي نفذه الفنانان أياد البلال وإميل فرحة حيث استخدم مادة البازلت بشكل كامل تعبيرا عن صلابة الشعب وإرادته في تحقيق النصر وتخليدا للدماء التي روت أرض محافظة حمصة خلال التحرير هو عمل شكل من أشكال الجمال المدينة وهو رسالة ثقافية رسالة لعودة الناس لعودة الحياة رسالة للوطن سينتصر بفضل الجيش بفضل دماء الشهداء حبينا نقدم النصب التذكاري بمناسبة عند الشهداء اللي هو بيخلد ذكرى الشهداء وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه للشهداء بيوم عيدا تم اختيار ساحة الشهداء لرفع النصب التذكاري باعتبارها كانت منطلق العمليات العسكرية لتحرير أحياء المدينة القديمة من الجماعات المسلحة اليوم نحتفل ونحن نؤكد أن كافة المناطق الجغرافية كافة القرى كافة المزارع كافة المدن في محافظة حمص محررة وهذه الاحتفالات ستتوالى يبلغ ارتفاع النصب التذكاري تسعة أمتار ويتجاوز وزنه خمسة عشر طن وقد استغرق العمل لإنجازه شهرا وعشرة أيام حيث شارك فريق عمل متكامل للوصول إلى تنفيذ المشروع الفني ترجمة نانسي قنقر